السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة اليوم سوف نرى موضوع التدوق في تربيات حس حركية بالنسبة لمستوى التمهيدي برنامج قوس قزح بالعربية كما سبقنا لقد تترقنا إلى موضوع الحواس الخمس إذن لقد تعرفنا على حسة الشم حسة اللمس حسة شم حسة اللمس حسة السمع حسة تدوق وحسة البصر إذن الآن لدينا بعض التمارين سوف نقوم بها هنا لدينا بعض الصور هنا لدينا طفل تدوق طفلة تلعب بلعبتها طفلة تستنشق أو تشم رائحة تشم رائحة الأزهار لدينا مصور ولدينا طفل يستعمل آلة الموسيقى إذن الأنف إذن بأي صورة سوف نصير الأنف بأي صورة هنا أي صورة إذن الأنف قلناه فهو لحاسة الشم الأنف لحاسة الشم أي صورة تدل على حاسة الشم في هذه الصور جيد هذه الطفلة تشم رائحة الورود إذن هنا لدينا حاسة الشم جيد نمر المثال الثاني حاسة اللمس حاسة اللمس إذن نقول حاسة اللمس أي يمكننا أن نلمس بيدنا إذن أي صورة تدل على حاسة اللمس في هذه الصور جيد هذه الطفلة تقوم بلمس اللعبة يعني عن طريق اليد عن طريق اليد تسمى حاسة اللمس وتكون عن طريق اليد حاسة السمع حاسة السمع إذن حاسة السمع تكون عن طريق الأذن تكون عن طريق الأذن إذن ما هي الصورة التي تدل على أننا نسمع فبالأذن نسمع نسمع أصوات نسمع أي شيء إذن الأذن إذن الصورة تدل على هذا الطفل الذي يقوم باستعمال آلة الموسيقى ونسمع رنات الموسيقى بقيت لنا حاسة التدوق اللسان حاسة التدوق إذن أي تصورة تدل على حاسة التدوق حاسن جدا إذن هذا الطفل يأكل فهو يتدوق يستعمل الفم واللسان فباللسان نتدوق حاسة الدوق إذن هذا الطفل يتدوق يتدوق عن طريق ماذا؟ عن طريق اللسان هذا الطفل يصور هو مصور إذن ماذا يستعمل حينما يريد أن يصوره؟ نستعمل حاسة البصر أي عينين فبالعين يمكننا أن ننظر أو نصور أو أي شيء يعني العين تسمى حاسة البصر إذن سوف نصل بخط حاسة البصر إذن أعيد الأنف عن طريق الأنف فلذلك نستعمل حاسة الشم عن طريق اليد وهي تسمى حاسة اللمس حاسة اللمس فهي الحاسة التي ننمس بها أي شيء فإذا بعد الأحيان يمكن أن أضع يدي أجد شيئا ساخن أو بارد فبأي حركة أستعمل أستعمل يدي يعني باللمس أتعرف إذا كان الشيء ساخن أو خش أو لين فهذه تسمى حاسة اللمس حاسة السمع حاسة السمع نسمع بالأذن حاسة السمع حاسة التذوق نتذوق الطعام باللسان حاسة التذوق وحاسة أخيرا حاسة حاسة البصر إذا حاسة البصر تكون عن طريق العين ننظر بعيننا يعني ننظر بالعين أمر إلى التمرين المولي هنا لدينا اللسان ولدينا زهور رمان موس سكر طماطم شمعة وجزر إذن سوف نربط حاسة التذوق بالأشياء التي يمكن أن نتذوقها باللسان إذن الظهور هل نتذوقها باللسان؟ لا حسن جدا الرمان هل نتذوقه باللسان؟ يعني نتذوق يعني أصل بخط الموس كذلك الموس نتذوقه عن طريق اللسان السكر هل نتذوقه عن طريق اللسان؟ طبعا الطماطم؟ في جميع المأكولات نتذوقها عن طريق حاسة التذوق اللسان الشمعة هل نستعمل الشمعة للتذوق؟ لا خطأ الجزر الجزر نعم الجزر نأكل الجزر إذن فهي حاسة التذوق نمر إلى التماري الأخرى التذوق حلو حار حامد مالح هنا سكر هنا فلفل حار هنا حامد وهنا مالح هنا عنا أدواق مختلفة أدواق مختلفة إذن هنا شيء حلو كالسكر أو العسل حار كالفلفل شيء حامد فالحامد أو شيء مالح مفهوم؟ إذن هنا سوف نتدرب أضع علامة تحت الأشياء الحلوة هناك العسل خضر حلويات ماء أضع أقرأ جيدا السؤال أضع علامة تحت الأشياء الحلوة إذن العسل فهو طبعا فالحسل فهو حل ومفيد للصحة هنا هنا نوع من الخضر ليس بحل هنا لدينا حلوة الحلوة طبعا فهي شيء حل إذن نضع علامة تحت حلويات إذن لدينا لدينا العسل ولدينا الحلوة إذن هما الأشياء الحلوة أما الآخر لا مفهوم أتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الدرس فهو سهل جدا الآن لدينا حامد حار مالح حلو حامد حار مالح حلو ما هي الأشياء التي نصلها مع شيء حامد إذن فاكهة الحامد أو الحامد فهو حامد حار نصله بأي صورة نعم نصره بالفلفل حار عندما نتدوق فهو يكون حار جدا مالح مالح نصله بخط ماء البحر كما تعلمون أنه ماء البحر فهو ماء مالح وفي الأخير لدينا فاكهة فهي حلوة إذن نضع حلو حلو إذن أطفال أعزاء اليوم تترقنا إلى موضوع التدوق أتدوق باللغة العربية إذن أتدوق نستعمل يعني كثير عفوا تعرفنا في الأول تعرفنا يعني في الأول كانت مراجعة للحواس الخامس قلنا حاسة الشم التي تكون عن طريق الأنف حاسة اللمسة التي تكون عن طريق يد حاسة السم تكون عن طريق الأذن حاسة التدوق تكون عن طريق اللسان والفم وحاسة البصر تكون عن طريق العين وبعد ذلك تترقنا إلى التدوق فرأينا ما هو العنصر الذي نستعمل وكي نتدوق فهو اللسان إذن أطفالي صغار انتهت حصة اليوم من طربية حس حركية دائما أستعمل معكم حدائق قوس قوزح يعني المستوى التمهيدي الخامس والسادس أتمنى إنكم إن شاء الله تكونوا يعني استعبتوا الدرس وبعد القليل إن شاء الله غدين شوفوا درس آخر تنتمنى إنكم تكونوا استفدوا معي أكتر فأكتر فأنا أحاول تتكلم باللغة العربية أشكركم جزيلا أحباء الصغار ومرحبا بكم دائما في قناة أبخاند أفيك سناء مرحبا بكم وإلى اللقاء